عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدف الندوة لتصليط الضوء على أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى المعرفي لدعم الجهود البحثية وتولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا برغمانة الوثائق الاستراتيجية وذلك منذ تأسيس مركز الوثائق الاستراتيجية منذ عام 2006 لوضع ذاكرة إلكترونية للوثائق الحكومية لخدمة الأغراض البحثية وذلك بما يشمل رقمنة حوالي 350 وثيقة عند التأسيس ليصل إلى أكثر من 28 ألف وثيقة خلال العام الحالي